تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك شاهدت مكاتب حجوزات السياحة وتذاكر الطيران في السوق المحلي انتعاشة جيدة بعد الانفتاح التدريجي الذي يمر به العالم حاليا وتسهيلات السفر الخاصة بالمحصنين حيث زادت نسبة الحجوزات لتلوحى بالأفق عودة القطاع السفر وإعلان الدول فتح مطاراتها واستقبال السياح قريبا هذا يعني تعويض المكاتب والشركات السياحية لخسائرها وسط الحديث عن عزم الدول السياحية المضي قدما بخطوات لتخفيف الإغلاق الاقتصادي والافتتاح التدريجي لا سيما أن سوق السياحة والسفر في البلاد كان يواجه مصيرا غامضا نتيجة عدم معرفة إعلان تلك الدول الموعد الحقيقي لفتح المطارات أمام المسافرين عندك الحين الحركة أحسن من أول طبعا وهذا بسبب أن الحين قامت ساعة المطار بالنسبة حق الأودة تأخذ عدد أكبر بالأول كان عدد غليل فكانت أسعار التذاكر غالية فهذا الحجب الناس عن السفر بس الحين كلما يزيد ساعة المطار بالنسبة حق المسافرين وحق الأودة هذا اللي قاعد ينزل سعر التذاكر ويجعل إقبال الناس على السفر أكثر وأكثر فأحنا متأملين خير إن شاء الله على شهر ثمانية بعد ما يزيدون حتى الأعداد يعني نحن تقريبا خمسة ألاف راكب بس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بعد شهر ثمانية وعودة الوافدين المطاحمين رح تزيد إن شاء الله لهو الأعداد المسافرين بالنسبة حق الذهاب والنسبة حق العياب فمنتأملين إن شاء الله على شهر ثسعة سي Jewel school الأمور الطبيعية يعني مثل أول إن شاء الله وأحسن بإذن الله تعالى نحن الحمد لله رب العالمين أكيد يعني فيها تحسن ہن كل بعد كل قرار مبشر حمد لله رب العالمين بنشوف شغل عندنا يعني كل القرارات اللي تطلع إن شاء الله بخصوص السعة مطار لكويت نحن بنشوف شغل عندنا الحمد لله رب العالمين الحقز أكيد أكيد بقى أحسن بكثير يعني مجرد احنا كنا في الاول كان الف ونص واحد كانت برضو الاقبال بسيط مجرد خمس سلاف واحد الاقبال اعلى وان شاء الله بإذن الله واحد تمنا مجرد ما يفتح الساعة الساعة بتاعت المطار كامل ان شاء الله بيكون اكتر واكتر ان شاء الله بإذن الله من قبل العيد ودلوقتي حاليا هي تعتبر رقم واحد تركيا تركيا خدت اكبر عدد من الكويتين بالنسبة للقيود قليلة عليها يعني القيود ما عليها شيء قيود كتير تاني حاجة جيلك اوروبا اوروبا خدت برضو ناس يعني الحمد لله رب عميه كتير مثلا زي اسبانيا عندك اليونان عندك المانيا فتحت النمسا كله فده كله يعني وجهات اعتبر فيه اقبال عليها شوي يعني اكيد الاسعار رح تنزل مع ارتفاع ساعة تشغيل المطار دلوقتي حاليا في حركة كتير ممتازة وكنا كنا متوقعين الحركة انها تتحسن خاصة في شهر سبع وشهر امانيا ومثل ما حدثك شايف ان المسافرين كلهم فيه وجهات كتير وبالاخص تركيا وجهات اوروبا لما ابتدت تفتح فتحت السفرات وابتدت الناس تسافر طبيعا الاسعار رح تنزل مع زيادة ساعة تشغيلية للمطار في الاونة الاخيرة طبعا شهدت احسن كبير في سوق السفر وكان النصيب بالاسد منها تركيا والبوسنة ودبي طبعا من سبب ارتفاع التذاكر حاليا قرار طيران المدني لو سبيعين كرسي على كل رحلة هاي من ابرز المشاكل اللي احنا بنواجهها طبعا بعد اقرار عودة الوافدين بواحد تمانية اذا تم رفع الساعة التشغيلية للمطار ان شاء الله رح تنزل اسعار التذاكر رح تنزل اسعار التذاكر بشي معقول جدا يعني على الرغم من عدم انجلاء غيمة جائحة كورونا الى الان الا ان ارتفاع وثيرة التطعيم على المستوى العالمي ساهم بتحسن حركة الطيران في جميع انحاء العالم لينعكس ذلك بالايجاب على حركة المبيعات في الشركات السياحية وموفق العرقان اي تي في العدالة